يورو بيجون ده يودو بيكتبو يورو بيجون يكون يعطين قطعها يكون هذا الضيبلا انا شكرا عندنا اللي يفكي وتركيب دي دبل كبس الدبل دي غير الدبل اللي عندنا دبل كبس دي عيني ما تدفعش تتفكي لا بد يتفكي بس صعب ان هي تتفكي مش زي الدبل بدعيتنا ودخامة ادخينة شوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ازيكم وحشتون اعملين ايه رب تكونوا بخير معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتريبات الحمام المفروض ان ده اللي باع الحمام وكنكلمه في المحادثة اللي فاتت مع المشتري يعني المشتري بيكلمك كان طالب منك اخ فلان انت اعايز شوف فيديو تقومت بعطله صورة لحمام في الكويت مش حمام ما هوش في مصر اساسا طب هاتله حمام حتى في مصر هاتله حمام عندي عند فلان لكن تاخد صورة من حمام في الكويت طيب هنخش على طول ده الراجل عند محدش يتهميني ده الراجل اللي هو المفروض كان كاتب راكمه في تعليقات الفيديو للناس ايه اللي قولهم ده اللي هو شارع منه عشان يسألوه طبعا اللي بعت للمحادثة ده يشكر فهو بقول له اسلام عليكم وعليكم السلام من البداية اهو كنت عايز اشتري من حضرتك حمام لاحم قلت امر يا صاحبي الامر اللي عرفت ان حضرتك عندك حمام اصلي بالختم قلت له ايوة بس مش للبيع لما انواصفي طيب تمام يعني انا مش هتبيعه بما تصفي كده تمام بس بيتبيع من انتاج والراجل بيقول لك برضو بس بيتبيع من انتاجه كل بالك كل ده احنا بنعمله علشان نعرف الحقيقة فان لسه شوية مش للوقتي ان انت مش هتبيع من انتاجه طيب رايب بقول لك طب ارجوك نفسي اشوف الختم في الجناح ده بيكون شكله ايه عمري ما شفته اه لو فيديو سواني اكون شاكر جدا لحضرتك اه انت بقى وعدته اهو لما روح المزرعة الراجل يعني بقى وعده ان هو لما روح المزرعة هتصور لك الله يبارك لك ورزقك كل خير منتظر منك الفيديو تاني يوم برضو اه اما تروح المزرعة ده تقريبا الكلام ده كان الصبح فانت والراجل استنى شوية بالدور كده ما عافش انت بتروح المزرعة امتى السلام عليكم حضرتك روحت المزرعة ولا لسه استاذنا لو سمحت رد علي ما بتردش ما بيردش انا مستعدة برضو بيجيب رجلك ان انا مستعدة اشتري منك باي سعر تقول عليه بس رد علي طب حضرتك اسمك ايه واسم المزرعة ايه انا عرفنا ان انتو بتقولوا مزرعة وعنوانك ايه لو اجيلك انت بتقول ان انت رايح المزرعة ما عافش مزرعة ايه ديت هنشوف برضو وعنوانك ايه وانا اجيلك او اجيلك ازاي مبتردش فقالك ايه عدد في عشر طريف جنيف القص بالختم او ادفع اللي تقول عليه في ولادهم ارجو الرد انت بقى هنا ايه يعني استفزك الموضوع يا استاذ انا ما بباعش هو الموضوع مساومة طبعا كلمة عشر تلاف جنيه ايه لابت في دماغك طب حضرتك وعدتني انك لما تروح المزرعة هتورريني الفيديو ايه المشكلة عايز الفيديو ايه وانا قلت لحضرتك لما اروح ايه مثلا نسيب بالدنيا عشان فيديو وبعدين بفيديو ده طبيعي لو انت عندك الحمام ده كنت يهبقى عندك الفيديو على الموبايل يعني لو انت عندك ده اي حد كده يعني مصور حمام ولو انت عندك الحمام بالختم ده فعلا الناس مصور الحمام البلدي يا رجل الحمام البلدي اللي عنده مربي حمام بلدي مصوره يعني على الموبايل بتاعه انت طبعا لما دخلت الدخل ده في الرجل الرجل برضو رجع برضو ايه يعني يهديك عما ياخد منك اللي هو عاوزه وقال لك لا العافو مش قصدي انا اصلا ما عرفش حضرتك بتروح المزرعة الساعة كام فانت هنا هو دي الدليل لهون انت ما تعرفش اصلا الحمام اللي بالختم بكام بتقول له ايه هو في لاحن بعشر تلاف جنيه ايوة فيه ولو جبته ولو عندك فعلا ما انتش هترضى تبعه بالعشر تلاف وتبقى عيس تبيعه اكتر من عشر تلاف جنيه ايوة الله ايه ما انتش مسدقني اكسم بالله ما هترضى تبعه بعشر تلاف جنيه لانه هو هيتكلف عليك مثلا خليك تكلف عليك عشر تلاف او تسع تلاف او ممكن حداشر الف وممكن خمساشر الف انا بقولك كده لو انت جبته من فرنسا فعلا ممكن يزيد يتكلف عليك خمساشر الف انا ماليش دعوة هو انا ما عنديش وما ببعوش وما باشترهوش ما اقدرش اشتريها انا عن نفسي ما باشترهوش عشان حد يقولك ايه ومن اللي يشتريه ماليش دعوة انا بقولش لحد اشتريه. اللي بيقول لي بقول له لأ ما تشترهوش. انت قلت هو فيه لاحن بعشر تلاف جينا. الرجل يعني مش عايز يقولك الكلمتين اني بقولهم قالك يعني ما عرفش. امل ان هو مش عارف حاجة عما يسيسك. انت قلت ايه لأ مش هروح يا فندم وما فيش فيديو. خلاص انت ايه? انت هنا تنرفزت لانك طبعا كنت شفت الفيديو اللي رجل بيهاجم صاحبك. ده ازك اصلا ان كان فيه حد تاني غير صاحب القناة. اشك ان الحساب ده يكون برضو بتاع صاحب القناة او رقم بالتليفون ده الله اعلم يعني. عشان ما نسلمش. طب يا فندم ما تزعلش كنت تقول كده يا رجل بقولك طب يا فندم ما تزعلش كنت تقول كده من الاول حتى لو قلت ان ما عندكش حمام من الاصل كنا هنختصر الموضوع. وانما انت وعدت ان انتهت بعت الفيديو وما بعدتش في الاخر زعلت وعملتها بالمنظر ده. لا مش هروح وخلاص وانفعلت ليه? طيب خلاص اهد عادي خالص جدا جدا جدا. بس هو اللي احنا عايزينهم الموضوع هي الحتة دي. انت بتقول له هنا دي هو فيه لاحم هي دي. فيه لاحم بعشر تلاف جنيه. ايوة اللحم الاصلي اللي بالختمة بعشر تلاف جنيه واكتر من عشر تلاف جنيه. انا ما يكون جايلي من الكويت ما يكون جايلي حمام لحم من الكويت. ومكلفه عشر تلاف جنيه. هبعه لك بعشر تلاف جنيه ازاي? بعد التعب والانتظار وممكن يجي الحمام تعبان. ممكن الحمام يموت في الشحنة ايوة احيانا بيموت. الحمام بقد وقت كبير في المسافر الله اعلم بيجي في الصيف بيجي في الشتاء الله اعلم مسافر من بلد لبلد وكمان اللي مغلي الشحن مصاريف الشحن يا جماعة هنقولها مرة تانية. القص بيتكلف الف وخمسمائة جنيه اقل نسبة عشان يوصل لمصر. تبقى عارف وهتسافر تستلمه من مطار الكاهرة. ماشي من اقو من الكاهرة عموما بيت الراجل. الحاجات دي احنا كلمنا الراجل قبل كده وعارفنا التفاصيل دي. فاللي عايز كمان رقم الراجل بتاع الشحن اللي بيجيب الحمام من هناك. بيشحن الحمام مش اللي بيشتريه. هو مالوش داعو ما بيشتريش لحد. اللي بيشحن الحمام معايا رقمه كمان. اللي عايز يسأله في مصاريف الشحن يعني لو انا ايه محدش مصدقين. واللي عايز يعرف سعر الحمام ان هو التمن اللي انه بيقول ان هو يتكلف عشر تلاف. اللي عشان يجيبه من الكويت. ده الفرنسا هيبقى اكتر كمان. اللي عايز يعرف يسأل الاستاذ احمد بركات. هو عايد في الكويت. وعارف هناك القص بيتبع بكم. استاذ احمد بركات. عايقلك ان القص هناك. من مية لمية وخمسين دينار كويتي. احسبهم انت هيبقى كم? مثلا من مية لمية وخمسين. اخد بالك يعني فيه من مية. ممكن تشارك بمية وخمسين. لو جبت اقل حاجة اللي هو بمية بمية دينار. المية دينار هتعدي ستلاف جنيه. ستلاف وخمسمية او ستلاف وتلتمية مش فاكر هيبقى كم? ده ده القص بس الواحده. طيب. مصاريف الشحن اللي احط عليهم الالف وخمسمية ده دله وهو اقل حاجة. الف وخمسمية دي برضه يعني ممكن تزيد معك شوية لو بلدك انت عايز تبعته لأي محافظة من المحافظات الراجل هيبعته لك. بس المصاريف هتزيد عن الالف وخمسمية جنيه. الالف وخمسمية جنيه للكاهرة بس ده اللي في الكاهرة. انما زيادة عن الكاهرة هيقولك ايه? اشحنهولك لمحافظتك بفلوس تانية كمان فالتكلفة هتزيد عليك كمان. لو انت جبت القص ده من الكويت بمية وخمسين دينار. المية وخمسين دينار دول هيقفهم بحوالي تسعة تلاف ونص لوحدهم. عشان انا كده بقولك يقف حوالي تسعة تلاف ونص تقريبا يعني مش هسيبها بالزبط. وهتحط عليهم برضو الالف وخمسمية جنيه لمطار القاهرة بقينا في احداشر الف جنيه. فهي دي الدليل اهو جماعة. ده مش مصدق ان فيه قص بعشر تلاف جنيه. اما اللي انت جايب مصوره. وزي ما بتقوله بعته لحسان انه واحد كتب له في التعليقات بيقول عايزي بقوله بالفين جنيه القص بالختم. اقروا تعليقات يا جماعة بتاع الفيديو بتاع اخينا. كان في واحد كتب له ايه? اا يعني بيعكسه كده في الحمام اللحن في الموضوع فبقول له بالختم وما الختم فهو اخينا قال له ايه? لو عايز بالختم بألفين جنيه اجيب لك. يعني انت بالختم بألفين جنيه بقى الحمام ده جايبه منين? احنا بنقول اهو. فهمنا يعني مين اللي بيباقي الاختام ديت برضو. ولا انت جايب البتاع اللي في الجناح ده جايبه منين. برضو يعني ايه الموضوع? اا يعني ايه برضو بس? هتتكلم تاني? هنطلع لحكي عاجات تانية. ماشي يخد بالك بتتكلم تاني هنطلع لحكي عاجات تانية. وانت بتقول صديقك صديقك له عندي حاجات كتير. صديقك اللي هو صاحب القناة التانية اللي انا اتكلمت عامه قبل كده كنت بنتقده. فحاجات معينة هو بيقولها حاجات غلط في تربية الحمام. معلومات غلط فبقول له لا يعني المعلومات دي ما تنفعش فا يعني ايه هو ما تقبلش الكلام انا عملت عنه هي الفيديو والمحادثات اللي كانت بينه وبينه كانت موجودة ومتصورة فيديوهات يعني عشان هو لو فكر يحذفها هي متصورة اساسا زي يعني متوسقة ومش هنتعب فيها ولا حاجة. ولو عايز كمان بصوته كمان هي موجود. وانت برضو يا اخينا برضو صوتك عندي موجود. طيب كده خلاص جيبنا الدليل من عندي صاحبنا ده اللي مرضاش يبعت لا فيديو ولا رضي ومن حقه هو حر مش عايز يوري حمامه لحد من حقه بس احنا برضو من حقنا نعرف الحقيقة. انت راجل مش مصدق ان اللحم بعشر تلاف جنيه يبقى ما تعرفش اللي هو الحمام اللي بالختم بيتكلف ايه ولا بيجي بايه. طب انت جبت الحمام ده منين. انت جبت الحمام ده منين عرفنا بس. انت عرفنا مصدرك. انت شتريت الحمام ده منين اللي هو بالختم ده. وجايبه بالاسعار الرخيصة دي لما انت مش مصدق ان فيه لحم. هو فيه لحم بعشر تلاف ده انت انت مستكترها قوي. يعني ان انت متعرفش في الكلمة هي دي. هي دي اللي انا مسكناها عليك. احنا كنا نفسينا ان انت تبعات له الفيديو بتاع الكويت. اها كنا بنستنينك ان انت ما عندكش فيديو ولا عندك لاحم بختم ولا حاجة. وان انت هتقوم بقت الحمام بتاع الختم بتاع الكويت. كفاية كده من هاردة. وربنا يعد الامور على خير. ويا رب صاحبنا يكتنع. ومعاتش يتكلم في الموضوع. وانا طلبت منه ان هو يحذف الفيديو اللي هو عمله في البداية. لكن هو الناس يمكن ايه فيه ناس شجعته. وهو ناس شف دماغه. ومش عيب ان انت تعترف بغلطك. وان انت تحذف الفيديو من الاساس. والفيديوهات اللي انت عملتها الثانية دي كمان عشان نسكت ونلم الموضوع وخلاص. وما عدناش نتكلم في الموضوع ده. وانت يعمل حاجة عايز تبيع حمام. عايز تمشور حمام. عايز تحط في صورة تقول ان الحمام ده انا شارب منه او انت بتبيعه. حط من صور حمامك ما تحطش من حمام حد. الله يكرمك بلاش تحط من حمام حد. وراح تحط كمان حمام الكويت. يعني انت راح تحط حمام الكويت عندك صورته اللي الناس كلها شافت الفيديو وعرفها. طب صاحب الحمام الراجل الكويتي لو شاف هيقول علينا ايه. طب سيبك مين انا صحيح صاحب الفيديو اللي هو بعتهولي الراجل الكويتي لو شاف هو انا مش عايز ادخله في المشكلة ولا عرفه. لكن لو اضطريني يعني هنستشهد بالرجل ده. لو حد قال ان دي مش من حمامه هنقوم ايه? نكلمه ابعيد. ونقول له يدخل يقول ان ده حمامه فعلا. والراجل يعني الناس بتوع الكويت يعني ناس محترمين حبايبنا واخوتنا. اه هيقول لنا الحقيقة على طول. اه مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. ارجو يكون ده اخر فيديو اعمله. عن الموضوع ده. موعدناش نتكلم في الموضوع ده تاني. عشان كله بالمستندات. بيقول لست زحمة بركات يعني يا جماعة الخير. الاصد في الكلام ان في ناس في مصر عندها حمامة كويسة جدا. وبنعتز بيها وكل واحد له الحق في كده. فهو تايب على الحمام لغاية ما وصله لمستوى معين. ويبيع زي ما هو عاوز. ولو الحق في كده. لكن انا اه لكن انا بيع حمامة منسوبة لحمام مش عندي. اه بيتكلم على اخينا طبعا اللي خد صورة عشان يبيع عليها. اه بيع عليها حمامة مش عندي ولا لها علاقة بالحمام ده. فده عيب وحرام كمان. هنضرب مثل بسيط كده. هنضرب مثل بسيط كان من اه فترة قريبة جوز الحمام الاسبك او البخارة او الكنج الاستراد. المستوى العالي كان وصل سعره فوق من اه في وقت من الاوقات فوق التلاتين الف جنيه. ايوا فوق التلاتين الف جنيه بيأكد على كده الكنج الاستراد. فلما يطلع منهم جوز غليل. ويحب صاحبهم يبيعهم. مش هيبيعهم بخمسمائة جنيه او الف جنيه. اه كلام معقول طبعا مش معقول اه بتقول اه القصب تلاتين الف وهيبيع بخمسمية يعني او بالف. فما يمنعش جوز حمام. فما يمنعش جوز لاحم سعرهم الوقتي الواقعي فعلا من تسعة لعشر تلاف جنيه. اه طبعا هو الاستاذ احمد عارف اكتر واحد عارف السعر بكام لانه هو اه بيشتري الناس هناك يعني احنا قلنا الكلام ده قبل كده اللي عايز يتصل بالاستاذ احمد بركات يكون له قريب في الكويت هو يروح معاه ويشتري له. اه فطبعا هو الاستاذ احمد بركات عارف الاسعار هناك. بس لازم تكون عارف انت كمان قبل ما تكلمه ما تكونش فاكر ان الجوز بخمسمية او بالف او بحتى بربعمية زي ما الناس بفاكرة هنا اه اعلى ما بيسمعهم يعني. اه من تسعة تلاف لعشر تلاف جنيه هبيع جوز من وراهم زي غليل بربعمية وخمسين او خمسمة جنيه. طبعا مش معقول. فما بالكم لما يكون عليهم ريشة او اتنين زي ما صاحبنا بيقول شاري اللي عليهم ريشة من ولاد الحمام اللي بختمه بخمسمة جنيه. ما بيقول ان عليهم ريشة او اتنين بالمعقول كده جوز الزي غليل هيكونوا على الال لتلات تلاف جنيه. واللي عليهم ريشة او اتنين بخمس تلاف جنيه. اسف على الاطالة والله الكلام ده للتوضيح لا هجوم على احد ولا انقاس من حد ولا حتى من حمام حد. وربنا يبارك للجميع. اه كلام معقول جدا ومحترم يا استاذ احمد وبنشكرك على الافادة. احنا كنا بنتكلم طبعا عن جدود الحمام. الحمام اللي بيجي بالختم. الحمام اللحم اللي بيجي بختم من فرنسا. اه بنقول ان دي اسمها الجدود. اللي عشان كده بتكون سعرها غالي لما قلنا ان هو ممكن بعشر تلاف يتكلف عشر تلاف اتنشر الف خمسطشر الف. اه ليه? لان دي بتتسمى سلالات الجدود. هنا معنا خبر اهو اه نشراه اليوم السابع. بيقول ده الخبر ده على فكرة يا جماعة اما بحثت في مواقع تانية كان بتاريخ اه اه سنة الفين وسبعتاشر. يعني شوف قد ايه السعر ده. لو شفنا هنا ما لا تعرفه عن اه كاتكيت اه جدود الدواجن بعد استقبالها في المطار سعر الجده يصل لتمنمائة جنيه. طيب هنا الخبر اللي فهمناه ان هي الجدود. لما كاتكوت بتمنمائة جنيه سنة الفين وسبعتاشر. لما احنا كنا بنشتري وقتها الكاتكوت بجنيه اللي بنربه في البيوت. معنات كده ايه? معنات كده ان الكاتكوت اللي بتمنمائة جنيه ده اه فيه مواصفات تانية. لان الجدود يا جماعة ان هي بتكون فيها المواصفات اللي لسه لزي ما احنا بليه بنقول البيور. البيور ده معناها مش من فراغ كده. ان ده حاجة كاتكوت يتحمل اه الامراض. اه يتحمل زروف كتيرة. ان هو اه يكون فيه مميزات اللي هو يكبر. يأكل اقل كمية اكل. ويتتحول للحم. اه بيقاوم الامراض. اه منعته عالية. اه حاجات كتير جدا. اه متوفرة اللي الشركة الفرنسية بتعمله مع الحمام اللاحم. عشان كده اه بتتسمى الجدود. زي ما احنا قلنا بالزبط كده. ما تنفعش تقول عليها الامهات. الامهات اللي هم يتقال عليها من ولاد الجدود دي. وسيرقم طبعا بكل ما جيل وراجيل بيختلف وبيقل تدريجيا مع الايام. فعشان كده احنا بنقول الحمام اللاحم اللي بختم اغلب كتير. عشان دي الجدود. وهسيب لك برضو اللينك هسيبه لك في وصف الفيديو ان شاء الله. اه لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.